السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنتعرف على دروس الامتحان الموحد لشهادة السلك الابتدائي بالنسبة للغة العربية بالنسبة للظواهر اللغوية مكونات صرف التحويل سيكون دروس الفعل الصحيح والفعل المعتل اسم الفاعل واسم المفعول اسم الزمان واسم المكان اسم الآلة اسم التفضيل ودروس العدد والمعدود وجمع التكسير وبالنسبة للتراكيب توظيف أدوات نصب الفعل المضارع يعني أدوات النصب وأدوات الجسم ثم الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة توظيف التوكيد والتمييز والحال وبعض الكلمات أو الجمل الإعرابية بالنسبة لمجال الثالث وهو الإملاء إن شاء الله دروس كتابة الهمزة الوصل وهمزة القطع في كلمات معزولة أو ضمن جمل كتابة همزة ابن كتابة الألف اللينة ممدودة ومقصورة في أفعال وأسماء كتابة الهمزة المتوسطة كتابة الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة في كلمات ضمن عبارة معطات وبالنسبة للمكون التعبير الكتابي وبالنسبة للمكون التعبير الكتابي فمن المحتمل إنتاج نص كتابي حول مهارة من المهارات كتابة رسالة كتابة طلب كتابة حوار كتابة مقال كتابة قصة واقعية أو متخيلة كتابة نص وصفي وصف شخص أو ما تمثله الصورة يعني كما قلنا أن هذا تقريبا هما الدروس إن شاء الله اللي قدروا يكونوا في الانتحان الموحد بالنسبة للغة العربية للساس ابتدائي كما كتشوفوا هما هدو إن شاء الله استرفوا التحويل والتراكيب والإملاء والتعبير الكتابي وبالتوفيق لكم إن شاء الله